موقوف جديد يضاف إلى سلسلة قتلة الجيش اللبناني بات في قبضة الأمن العام فقد أوقفت المدرية العامة للأمن العام شادي جنيد وبنتيجة التحقيق معه اعترف بانتمائه إلى تنظيم داعش بواسطة سوري ملقب بالوحش وهو أحد أمراء التنظيم الشرعيين في منطقة القلمون وجرود عرسال واعترف جنيد بأنه أقدم شخصيا على ذبح الجندي الشهيد عباس مدلج ونفذ عملية اغتيال المؤهل الأول في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الشهيد زهر عز الدين واعترف أيضا بمشاركته على رأس مجموعة مسلحة في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني في محيط جرود عرسال وقتل عسكريين وخطف آخرين رسالة المدلج جاءت سريعة بعد إعلان المدرية العامة للأمن العام توقف الإرهابي السوري شادي جنيد قاتل الشهيد عباس مدلج نحن نطالبه بالعدالة إذا في عندهم زرة من العدالة ينصفهم للمظلومات هاو دي هاو العدالة طبعا مش قل من إعدام والرئيس طبعا هو حضرته بطائية الدولة تركته يسرح ويمراح مثل ما بده إذا الدولة ما بده إياه لأ نحنا بدنا إياه نحنا دمنا عنده وبتمنى على المؤسسة العسكرية كلها بس لو يسمعوا اللي هن التحقق اللي بس عم يحققوا مع اللي عم بلقطوون بس إنه عباس مدلج شو حكيلون شو ترجيهون شو عمل يعني لازم ترفع الدولة رأسها كتير بعباس مدلج وبغيره هو بيشرفون إنه يعني ترم ما كانوا عم يدبحوا ما استنجدوا نعباس والله لا يسمح اللي كان السبب الأصل السبب الله لا يسمحه من من كان يكون لالبنين كله رفع رأسه عباس بس إذا أدروا على الله حدا يقدره بس وتمنت الوالدة على المؤسسة العسكرية كلها أن تسمع الاعترافات في أثناء استجواب القاتل لتعرف ماذا طلب عباس وماذا قال وماذا فعل اشتركوا في القناة